بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا موضوعنا لهذا اليوم هو الظلم في الإسلام الظلم من أقبح الكبائل وهو ظلمات يوم القيامة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا ويقول الله في القرآن الكريم في صورة الفرقان ومن يظلم منكم نذقه عذابا أليما خليكم معنا بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين نكمل معكم هذا الفيديو المهم جدا جدا بالنسبة للظلم وإذا أنت كنت معني إنك ما تظلم حدا إنك ما تظلم حدا تخليك معنا للآخر عدنا بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل معكم هذا الموضوع المهم جدا جدا في حياتنا اليومية أما بالنسبة لتعريف الظلم لغة واستلاحا الظلم لغة مصدر ظلم ويعني الجور يقال ظلم فلانا أي جار علي ولم ينصفه أما الظلم استلاحا فهو التعدي عن الحق إلى الباطل والتصرف في ملك الغير ومجازات الحد وعرف أيضا بالله بأنه ودع الشيء في غير موضعه المخصص به أما بالإما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه وبناء على ذلك نستنتج أن الظلم يعني مجاوزة الحق والتعدي على أموال الآخرين وعراضهم وغيره من الأمور أما بالنسبة لأنواع الظلم الظلم من كبائر الذنوب فقد حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله محرما على عباده فعن أبي ظر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وللظلم أنواع وصور كبيرة وهي على النحو التالي ظلم الإنسان لنفسه تعرفه وصوره وأدلته ظلم النفس يعني إساءة الإنسان إلى نفسه نتيجة فعل أو قول خارج عن حدود الشارع قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وظلم الإنسان لنفسه يتخذ أشكال متعدلة منها ما يأتي أولا الشرك بالله إن من أعظم أنواع ظلم الإنسان لنفسه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا لم نظلم نفسنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان الابن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم التعدي على حدود الله نهى الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضعين في القرآن الكريم عن الاقتراب من حدوده ودل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ربك وتعالى تلك حدود الله فلا تعدوها وما يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ثالثا الصد عن مساجد الله لقد وبخ الله سبحانه وتعالى الذين يصدون عن سبيل الله بقوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فيه خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ربعا الإعراض عن آيات الله بتعطيل أحكامها أي أحكام الشريعة الإسلامية إن من ظلم من من ظلم الإنسان النفس الإعراض عن آيات الله عز وجل لأنه يعرض نفسه للعقاب الشديد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضمكة ونحشره يوم القيامة أعمى خامسا الكذب على الله إن من أعظم أنواع الكذب هو الكذب على الله فمن كذب على الله فقد ظلم نفسه لقوله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل فمن أعظم ممن افتر على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أما النوع الثاني وهو ظلم الإنسان لغيره من الناس تعريفه وصوره وأدلته ظلم الإنسان لغيره يعني تعدي الإنسان على غيره من خلال إيذائه أو سلب أمواله دون وجه حق وظلم الإنسان لغيره يتخذ أشكالا وألوانا لا يمكن حصلها وفيما يأتي بيان أهمها أكل مال اليتيم وقهر وعد الله سبحانه وتعالى من أكل مال اليتيم ظلما بالعذاب الشديد للضعف اليتيم وعدم قدرته على إثبات حقه كراشدين قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطورهم نارا وسيصلون سعيرا ثانيا عدم العدل بين الأولاد أمن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالعدل بين الأبناء وحذر من ظلم الآباء للأبناء فعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه جاء أبوه إلى الدبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني دخلت ابني هذا غلاما فقال له أكل ولدك له نحلة مثل هذا قال لا فقال فأرد اقتطاع الأراضي والعقارات بغير وجه حق فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خصف به يوم القيامة إلى سبع أردين فقتل النفس التي حرم الله قتلها قال الله سبحانه وتعالى في كتابي العزيز ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف في القتل إنه كان منصورا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من ذا من ذا يعني بظل إنسان مسلم وفسحة إلا حتى أن يصل إلى الظلم إذا وصل إلى الظلم هنا تقع الكارثة عدم الدقة والأمانة في العمل إن من صور الظلم أن يأخذ الموظف أو الأجير حقه كاملا ويودي واجبه منقوصا وذلك قوليه سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا نقص المكاييل والموازين الله عز وجل يقول الله حذر الله سبحانه وتعالى من نقص المكيال والميزان ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين عدم إعطاء العمال حقوقهم إن من أعظم الظلم تأخير رواتب الموظفين وعدم إعطائهم حقوقهم والكارها عليهم استغلالا لضعفهم وحاجتهم عن أبي هريرة رضي الله وعاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عضل أبي عز وجل أنه قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي به ثم غدر ورجلا باع حرلا فأكل ثمنه ورجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي عظيم القذف والحديث في الأعراض وهذا مهم جدا جدا القذف والحديث في أعراض المسلمين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهاداء فاجردوهم ثمانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ظلم الجار نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الحق الأذى بالجاري وتتبع عورته واقتطاع جزء من ملكه أو فتح النوافذ على بيته أو إلقاء القمامة أو غيرها فعن أبي هنيرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا ظلم الزوجة بأخذ مالها أو بعضه من إرث أو مرتب تحت التهديد والوعيد من غير طيب خاطر أو الامتناع عن اللفلف عليها ظلم الشريك لشريكه قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز على لسان دهود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤالك لنعجك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يغلغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما منناه فاستغمر ربه وقرر راكعه وأناب تأخير يد الدين تأخير رد الدين إذا كان الإنسان مقتدرا عنده ما يؤدي به دينه ومع ذلك لم يقم بتزديد دينه في الوقت المحدد فإن ذلك يعطب الظلما فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل غني ظلم وبناء على ذلك نستدج أن الظلم نوعان ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره من الناس وكل نوعين يندرج تحت جملة من الصور والأشكال عاقبة الظلم نصل هنا إلى عاقبة الظلم حظر الله سبحانه وتعالى من عواقب الظلم التي تلحق الظالم في الدنيا والآخرة في موادع كثيرة من القرآن الكريم كما حظر الرسول صلى الله عليه وسلم من عواقبه في السنة النبوية وفيما يأتي بيانها الظلم سبب للبلاء والعواقب قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب ثانيا الظلم تصيبه دعوة المظلوم الظلم تصيبه دعوة المظلوم فعن عبد الله بن عباس نضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ثالثا الظالم عليه اللعنة من الله قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز يوم لا ينفع الظالمين مع ذلتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الظالم لا يفلح أبدا قال الله تعالى في محكم التنزيل ومن أظلم من أفطر على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون رابعا الظالم مصروف عن الهداية قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أجعلتم سقاية الحاج وعبارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاد في سبيل الله لا يستوفون عند الله والله لا يادل قوم الظالمين الظالم يحرم من الشفاعة قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يستنتج أن الظلم من كبار الظنوب التي حرم الله سبحانه وتعالى وقد بيّن الله ونصول عواقب الظلم التي تلحق الظالم في الدنيا والآخرة اللهم يا رب لا تجعلنا من الظالمين واجعلنا من عبادك الذين ينصفون إخوانهم وجرناهم وزوجاتهم ولا تجعلنا يا رب من يأكلون أموال الناس اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك هذا وبالله توفيق أرجو أن يعجبكم هذا الفيديو شيروا هذا الفيديو لكي يصل لأكثر عدد من المتابعين وزاكم الله كل خيراً عنا يا رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وذهب همي وجلاء حزني اللهم أمين اللهم أنك كريم عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الى هنا ينتهي هذا الفيديو انتظرونا ان شاء الله رب العالمين في فيديو اخر ارجو ان يعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك في القناة كان معكم اخوكم العلامي عباد زيد الى اللقاء